سلام لبنات كديرين لبس عليكم اموركم زيانة صحيح تكم لا بس انتمنى تكونوا كاملين باخر على خير وتكونوا في احسن الاحوال ومعاكم رابعة في فيديو جديد واليوم ان شاء الله هالبنات في هاد الفيديو جبدليكم هاد تطويع ززوين وفيه احتى محبة بالنسبة لبنات اللي تيبغي وهاد النوع من الوصفات الساهلة واللي تدار غير بالكلام وقصيرة وبسيطة ومفعولها ووعر تبعوا معايا البنات الفيديو من الاول حتى الاخير وما تنساوش اللايكات والبارتاج والتعاليق لغزالة ديلكم كيف العادة الرقم دي الواتساب هو اللي عيتلع قدامكم في الفيديو وبلما نطول عليكم حبيباتي شنو اول حاجة تديرو في هالتطويع هادا من اللي تتلاقي حبيبك وتتسلمي عليه ولا راجلك من اللي تتسلمي عليه ولا تتوضعي الدك في الدوم ماشي ضروري غير من اللي تسلمي حتى لو ضعتي الدك في الدوم تتقولي هاد الكلام هادا كتقوليه في نفسك غير بالحس بلا ما يحس بيك هو شنو كتقولوا البنات خمست معاك يدك في الدية عينك تشوف غير فيه ومن اليوم رجلك على رجلية واحتى قلبك تعطيه ليه بغيتي تقولي هاد القرية هادي قوليها بغيتي تقولي القرية التانية انتو ما اللي عا تختاروا القرية التانية تقولي خمست معاك بالخمسة يازين العبسة تحبني غير انا وتكره جميع النسا المهم ما يتسلمي عليه هتقولي هاد شي في نفسك تحفظيه وتقولي غير في نفسك بلا ما يحس بيك اما تقولي القرية اللولة اما التانية مرة واحدة لانا غير ما اللي غا تكوني كتسلمي وخيح يديده ماتلاني لك اللي حبيب ديها لكل شخص اول مرة كتلاقي معاه وخيح يديده كملي القرية غير في خابرك صفية البنات هادي هي القرية انا خليها لكم في صندوق الوصف باش تقولوا بطريقة صحيحة ديالها اما اللولة اما التانية ماشي بجوجة البنات وهاد شي اللي كان في هذا الفيديو شكرا لكم بسف بسف على التفاعل ديالكم على التتبع ديالكم وما تنسوش البنات اللايكات والبارتاج والتعاليق الزوينة ديالكم كيف العادة بسلام عليكم بوسة كبيرة لكم كاملين ونتلاقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله